أعطيكم عافية نبدأ اليوم بدرس جديد الدرس السادس لعنوانه المكثف أول شيء نبدأ بالتعريف المكثف لا نعرف أن المكثف هو أحد مكونات نستخدمها في الدائرة الكهربائية التعريف يتكون المكثف من سطحين معدنيين متقابلين سطحين معدنيين متقابلين بشكل متوعزي يفصل بينهما عازل بالنصف بين السطحين المتقابلين يكون في عندي مادة عازلة لانتقال الكهرباء تسمى الأسطح المعدنية المواجهة السطحين الألواح أو صفائح المكثف هذا نسميه الألواح أو صفائح المكثف يحمل كل منهما شحنة كهربائية متساوية يعني الشحنة الكهربائية اللي بيحملها أول لوح بيكون مساوية للشحنة الكهربائية اللي بيحملها الثاني لوح بتساوي في المقدار يعني نفس كمية الشحنة بيكون في عنده ومتعاكسة في الإشارة يعني إذا كان هيدا اللوح بيحمل شحنة positive هون بتكون الشحنة ناقص أو negative يقوم المكثف بتخزين الطاقة الكهربائية وظيفة هيدا المكثف أنه يخزن طاقة كهربائية لفترة من الزمن لفترة من الزمن على شكل حقل كهربائي شكلها لهي الطاقة الكهربائية اللي بيكون موجودة ضمن هيدا المكثف شكلها بيكون شكل حقل كهربائي من ثم تستخدم الشحنة الكهربائية أو تتبدد في الوقت المناسب بيأتي وقت مناسب هيدا المكثف بيشتغل دار مولد الكهربائي وبتتبدد الشحنة الكهربائية اللي بيكون بقلبه طبعا هيدا بيكون بيصير لخلال سواني طيب أول مميزات هيدا المكثف الكهربائي أو المكثف هي شيء اسمه الساعة الكهربائية يعني اضرط هيدا المكثف أنه يخزن طاقة كهربائية نسميها الساعة كهربائية تمثل الساعة كمية الشحنة الكهربائية التي يحملها الموصل لجهد كهربائي معين هاي الساعة كهربائية هي كمية الشحنة اللي بتكون موجودة ضمن هيدا أو بقلب هيدا الموصل إذا كان عم بيتعرض لجهد كهربائي معين أعطيته جهد كهربائي بده يتكون أو بده يصير فيه بقلبه كمية شحنة كهربائية ثم يتم تعرفها على أنها مجموعة الشحنات الكهربائية هي مجموعة الشحنات الكهربائية للموصل للكوندكتور اللي بيكون عندها مقصومة على الجهد الكهربائي الذي يتعرض لهم Mackzio لدي أنا وصلته على جهد كهربائي هاي الساعة الكهربائية هي مجموعة الشحنة الكهربائية اللي بتكون موجودة اللي بتصير موجودة بقلب هيدا الموصل مقصومة على جهد الكهربائي اللي عرضت لغلبه هيدا الموصل يعني c بضع رمز الشحنة في السعر الكهربائية ف نبحث عن التجهش الإمرار على مجموع الشحنة الكهربائية وغير على الجهد الكهربائي وغير على الباطن auto س Wa'ud� 副 فَرَد Q Q هي الشحنة تقاس بالكولومبز نرمزها بحرف C U فرق الجهد يقاس بالفولت نرمزها بحرف V بالنسبة للمكسف الساعة الكهربائية هي نسبة كمية الشحنة التي يحملها اللوحة الموجب يعني ليس اللوحان، الشحنة التي يحملها اللوحة الموجب إلى فرق الجهد بين اللوحان يعني على U فرق الجهد بين اللوحة الموجب واللوحة السلم التحويلات كيف تصبح عندي إياها ضمن وحدة قياس للساعة الكهربائية؟ أول شيء الملي فراد هي عبارة عن 10 قوة ناقص 3 فراد المايكرو فراد هي 10 قوة ناقص 6 فراد نانو فراد هي 10 قوة ناقص 9 فراد وعندها البيكو فراد هي أصغر وحدة قياس للساعة الكهربائية تساوي 10 قوة ناقص 12 فراد هلما نحكي عن طاقة وضع الكهربائي المخزنة في المكثف يعني هذا المكثف يتعرض لجهد كهربائي يريد أن يخزن طاقة وضع كهربائي هذه طاقة وضع الكهربائي ممكن بعدين يفرغها كيف نحسبها؟ نرمز الأول شيء بالW يتساوي نص ضرب C ضرب U مربع يعني نص ضرب الساعة الكهربائية ضرب مربع الجهد الكهربائي وبنفس الوقت تساوي نص ضرب كمية الشحن الكهربائية مربع كمية الشحن الكهربائية مقصومة على الساعة الكهربائية C هي الساعة الكهربائية للمكثف M Q هي كمية الشحن الكهربائي للمكثف strategy نговلà المكسف المستوي المكسف المستوي هو أحد أنواع المكسفات هذا المكسف المكون من لوحين لوحين مستويين مستويين لوحينillas ومتوازيين لمنا يسمى المكسف المستوي المجموعة المكونة من موصلين لاحظة مستويين متوازيين وافصل بينهما عازل هيدا شكله بيكون فيه عندها مستوي من فوق مسطح وعندها مستوي من تحت طرل على بالنص بيناتهم بيكون فيه عندي مادة عازلة للكهرباء عندها سماكة ساعة المكسف المستوي كيف منحسبها لساعة المكسف المستوي طبعا الساعة اللي اخدتناها قبل بتطبق هون هي السي بتساوي كمية الشحنة الكهربائية على الجهد اللي عم يتعرض له جهد الكهربائي اللي عم يتعرض له المكسف اما هون عنده قاعدة تانية هي قاعدة مميزة سي بتساوي ابسلون زيرو مضروبة بالابسلون ار مضروبة بالاس على اي اما السي فهي الساعة ساعة المكسف المستوي من ايسا بوحدة القياس اللي هي فراد الابسلون ابسلون زيرو هي سماحية الفراغ الكهربائية يعني قدرت الفراغ انه يمرأ او يسمح بمرور الطيار الكهربائي عند قيمة سابتة ابسلون زيرو الفراغ او الهواء لانه نحن هون بهاي الحال بنعتبر ان الهواء هو عبارة عن فراغ ابسلون زيرو بتساوي واحد على ستة وثلاثين طاي ضرب عشرة قوة تسعة هون فراد بالمتر او فراد ضرب المتر قوة ناقص واحد اما الابسلون ار فهي السماحية النسبية للعازل الكهربائي يعني هاي الابسلون ار هي ما عندها ايمي سابتة هي بتتعلق بكل المادة اللي عم نستخدمها بشكل عازل كهربائي يعني بالمادة اللي عم نحطها هون منسميها السماحية النسبية للعازل الكهربائي يعني نقدرت هاي المادة انه تسمح بمرور الطيار الكهربائي بتكون من دون وحدة قياس هي رقم سابت من دون وحدة قياس الاس او مساحة وجه اللوح يعني الاس اللي هي المساحة او سيرفاس لوجه اللوح طبعا اللوحين بيكون عندهم نفس المساحة فبكفي ان احسب المساحة للاوح واحد انهم الاي هي المسافة بين اللوحين او سماكة العازل ما هي المسافة التي تكون بين اللوحان الموجب واللوحة السالبة التي تكون متوازيين السماكة أو المسافة بينهم أو سماكة العازل التي نضعه بهذا الشكل نحسب ساعة المكثف المستوي هلأ ما نحكي عن جهد الانهيار في المكثف قبل ما نفود بفكرة جهد الانهيار في المكثف نرى كيف نحسب الحق للكهربائي الموجود ضمن المكثف المستوي الذي ينتج عن الشحن الكهربائي لأول لوح والتاني لوح الفرق بينهم هنا كما رأينا مكثف كهربائي هذا المكثف عنده اللوح لجهة A عنده شحن موجبة ولجهة B عنده شحن ناقصة نتيجة الاختلاب في هذه الشحنات يصير في عندي حق الكهربائي باتجاهه من الشحن الموجبة للشحن السالب وهذا المكثف يتعرض لجهة كهربائي UAB سماكة المكثف هي A أو سماكة العازل الموجودة بين اللوحين هي A لدينا تركيز الشحنات الكهربائية الموجبة على أحد اللوحين والسالب على اللوح الآخر وهنا لدينا السالب على اللوح الآخر المكثف يولد حق الكهربائي UAB نتيجة تكسيف هذا الشحن تولد عند حق الكهربائي UAB اتجاه له متجه من الشحنة بزائد كيول الموجودة هنا إلى الشحنة ناقص كيول الموجودة تحت هاي شفناها نحن بالدرس الماضي شدد هذا الحق الكيف منحسبها UAB يعني الجهد اللي يتعرض له هذا المكثف على UAB هي الجهد بالفولت UAB هي سماكة المكثف في المتر UAB هي الحق الكهربائي UAB من إيسا بالفولت بالمتر حسنا هذا الحق الكهربائي عنده حد يوجد حد لجدة الحق الكهربائي في العازل يعني أنا عندي حد بطيق أصله أكثر من هذا ما يمشي الحد إذا تجاوزت قيمة الحق الكهربائي هذا الحد يعني هذا الحد الرقم إذا الحق الكهربائي تجاوز هذا الرقم يعني كبر أكثر منه ينتج عنه انهيار العازل شو بيصير بالعازل؟ بينتزع العازل يتفكك العازل بينهار يعني يبطل فيه عبارة عن عازل لا يصير احتمال يمرئ كهرباء فأنا هون يعندي المكثف ينتزع ينتج عنه انهيار العازل الحق الأقصى يسمى بالحق للهدام الحق الأقصى الممكن أو أقصى قيمة ممكن يصل للحق الكهربائي يسمى بالحق للهدام يمتلك هذه الحقيقة قئه قسوى للجهد الكهربائي خطير جهده هو الناتج عن القيمة قسوى للجهد KC يعني أنا عم أعرض هذا المكثف الكهربائي لجهد قيمة كبيرة أكبر من الحد اللي لازم قيمة قصوى للجهد الكهربائي تسمى بجهد الانهيار هنا وصلنا لجهد الانهيار هذا جهد الانهيار هو القيمة القصوى للحقل الكهربائي اللي بيسبب انهيار العازل يجب عدم بلوغها نهائيا هذه القيمة نحن قيمة الجهد الكهربائي لا يجب أن نصلع أبدا كرمال ما يتسبب بانهيار او بخربان المكثف اللي بيكون عنايا طيب هلأ تجميع المكثفات على التوالي وعلى التوازي يعني أنا إذا كان في عندي أكتر من مكثف كيف سيقدر اختصرهم بمكثف واحد هنم 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 مكثف هنم ح marathon في الانتهيار اشتري أن تم فتزير المكثفات على التوازي سيقدر يكون في عندي أهن على التوازي otherwise you can translate what happened تم فتزير المكثف هنم سوف أختصر مكسف واحد سوف يسميه C equivalent بالعادة التوصيل على التوالي يعطيني خاصية للجهد أن الجهد يكون لكل المحتويات التي يواصلون على التوالي يكون لديه نفس الجهد سوف تساوي U C 1 المكسف الأول سوف تساوي U C 3 المكسف الثالث سوف تساوي U أما بالنسبة للشحن الكهربائي سوف يكون لديه Q equivalent سوف تساوي U C 1 المكسف سوف تساوي Q 1 المكسف أما بالنسبة للشحن الكهربائي أما بالنسبة للشحن الكهربائي أما بالنسبة للشحن الكهربائي سوف نطلق من هنا إذا سوف تستخدم العلاقة بين U C والQ سوف نعرف أن U C تساوي Q على C سوف يستخدم هذه العلاقة سوف تصل إلى لأن C equivalent U يتساوي C 1 U زائد C 2 U زائد C 3 U بالعادة بالأساس كانت C equivalent أو U C 1 ضرب U 1 زائد C 2 U 2 زائد C 3 ثلاثة ولكن U 1 يتساوي U 2 U 3 يمكن أن نضع كلهم U هنا نأتي من إختزال U مع U مع U يبدأ عندي C equivalent تساوي C1 زائد C2 زائد C3 يعني نحن هنا لنحسب C equivalent أو اختصار المكسفات إذا كانوا موصولين على التوالي نستخدم هذه القاعدة C equivalent تساوي C1 إيمة أول مكسف زائد C2 إيمة ثاني مكسف الساعة يعني زائد C3 ساعة الثالث مكسف هنا ينتج عندنا ساعة هذه المكسف كبيرة أكبر من ساعة الثلاث مكسفات الآن تجميع المكسفات على التوالي إذا كانوا موصولين على التوالي أو إن سيريس على التوالي نحن لدينا الجهد المكونات الكهربائية اللي نوصلها على التوالي بيكون بساوي U الجهد لأول مكسف زائد الجهد لتاني مكسف زائد الجهد للمكسف الثالث أما بالنسبة للشحنة Q تساوي Q1 Q2 Q3 إذا نستخدم هذه المعادلتان طبعا مع استخدام C تساوي C تساوي Q على C Q تساوي Q على الجهد أما بالنسبة للشحنة أما بالنسبة للشحنة تساوي C1 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 C3 C C C3 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 C4 C4